السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب شلون صحتكم ان شاء الله بخير الله يساعدكم مثل ما لكم عارفين التحديث الجديد نزل لبوبجي وبالنسبة للاعيب المحاكي دائما بصير عندهم مشاكل بكل تحديث او ببداية كل تحديث فلحتى نتخطى هاي المشاكل ونلعب اللعبة بسلاسة وبتحكم كامل بدون اي اخطاء بدون اي تغييرات او دروب فريم او اي شي لازم ضروري نعمل الحركات التالية يعني نتبع الحركات هاي بالتفصيل مثل ما لكم شايفين هون بمفوت على اللعبة تطلب اوبدايت لا تعمل اوبدايت لا تعزب حالك على الفاضي اول شي بتفوت يا اخي على لوحة التحكم على التطبيقات تمام هاي بالنسبة لوندوز 10 بفوت هيك على التطبيقات بفوت لهون بعمل الغاء تسبيد بالنسبة لبعض الناس بحبوا يحسبوا من control panel على فرض من المسال لوحة التحكم فيك تفوت على لوحة التحكم البرامج ازال التسبيد برامج تنزل بتلاقي الجيملوب هون فهي الطريقتين قدامكم تعمل هيك ازال التسبيد ففيك تعمل الغاء تسبيد من هون وفيك تعمل الغاء تسبيد من هون انا رح اعمل الغاء تسبيد من هون مثل ما لكون شايفين اه بعطي حزف ما تحدد اي خيار ما في اي مشكلة لان نحن ما عم نحزف لسبب معين نحن عم نحزف للامال فلا تحدد للشرق انه في خطأ او كذا لا ما في خطأ نحن ما عم نحزف المحاكي لانه في خطأ لا تحدد لون شي فقط تحزف الجيملوب وبتنتظر لبين ما ينحزف حاليا 95% جاري الحزف نسكر هدول الاثنين ما عدلنا شغل فيهم هلأ بتكون بتجهز لي حالق لجهاز الكمبيوتر مجرد ينحزف بتفتح جهاز الكمبيوتر وبتروح الاقرص اول شي بتعمله بتفوت على D طلع في شي اسمه تيمب ما فيه خليني اعرض لكم المجلدات اي خونات كبيرة شكل افضل ما في شي اسمه D هون تيمب اي خونات كبيرة في شي اسمه تيمب بفوت عليه بلايه TX game دولو فهذا ملف التيمب مجردها CU خالص هون مجرد خلص حسف اللعبة بتاخد هاد المجلد تعمل shift و delete shift و delete تعطيه حزف او تكبس يمين الموسع عليه بتعمل حزف طبعا لما بتعمل حزف بهاي الطريقة وين بيروح عسلة المهملات اعمله افراق تمام هلأ للامان للامان انا بروح اقرص ال F وبشوف ازا فيه temp ما في بروح اقرص ال G ما عندي مشكلة هلأ منروحها C بال C بتفوت انت بتكتب tenisant هون شو بتكتب tenisant tenisant بهذا الشكل وبتعمل بحس بسي بتكبس tenisant وبتعمل بحس وتستنى البحس يتم ويطالع لك النتائج كله شو في عندك انت من tenisant شو في عندك ملفات بهذا الاسم طبعا tenisant هي المبرمج او الشركة المسؤولة عن البرمجة لللاعبة خلينا منطر شوي لحتى يكتمل البحس ممكن ياخد معك البحس دقيقة ومس دقيقة حسب منطر لبين ما يخلص انا بحاول ما اطول المقطع بشكل كبير لكن عم بمشي معكم بالتفاصيل واحدة واحدة مشان ما تقولوا شلون عمل هيك وين فات من وين طلعت هاي شلون جاب هاي يعني مشان ما يكون عندكم اي تساؤلات فممكن انت ازا بتعرف هاي الحركة كر شوي لقدامي يعني ازا انت ملح حبب تستنى ما عندك اي مشكلة فبلش هلا كما يكون شايفين يظهر النتائج طلع عنا اول مجلد تاني مجلد تالي مجلد بس انتنسان طبعا هدول اللي هون هدول ملفات اللي انا محملة طبعا راح احزفهم مبدي اهون راح احزفهم كل هاد كل هاد اللي عبطلع قدامي هون راح ينحزف ما راح اخلي شي من نوع كما لكم شايفين طلع لي تقريبا خمس نتائج كمجلدات ونتيجتين كملف لعبة بحدد على الكل shift delete enter بعطيه تنفيذ هزا الاجراء لكافة العناصر متابعة لاني انت عب تحزف شي من قرصص C بتعمل هيك بتخطي للشي المعب نحزف تمام وبتطلع هلا من هون بتجي لهون بتكتب run بالانجليزي run تمام التشغيل هاي او اكبر الزر ابداء بالكيبورد وحرف R بتطلع نفس الجملة تمام بتطلع نفس القائمة قائمة هون اكتب تم زوف كل شي جوا تم كل شي بتطوفه جوا تم بحزفه اعطيته خطي للماب الحزف اطلع بترجع لهون بتكتب run او بتكبس ابدأ وحرف R بتكبس اشارة المية بالمية اللي هي عن طريق ضغطك للشفت بشكل مستمر وبتدور عليها يمكن هي تكون برقم خمسة عندك وبتختار بتكبس تم بتكتب تم واشارة مية بالمية بعده وبتعطي اوكي بطلع لك هاي الملفات لا تحزف كل شي هون يعني مشان ما يصنع عندك مشاكل ببرامج تانية او هيك شي دور اذا في شي من تنسانت هلا ما في شي من تنسانت شايف ما في شي خلاص طلع هون لا تحزف شي بس كتبت اشارة مية بالمية لا تحزف كل شي وهون هلا بتحزف هاي up data بتكتب data بهذا الشي بهذا الشكل بتفتحها خلاص بتفوت على الوكال في شي من تنسانت خلينا نشوف ما في شي من تنسانت لا تحزف شي تاني بتخرب برامجك يعني دير بالك تحزف كل شي هون تمام بما انك عملت بحث بالسي خلاص ما في داعي يعني بتحزف كل شي لاني بتخرب البرامج تانية هلا كل اللي عليك تعمله يا صاحبي تتوجه لجوجل وتكتب هون بوبجي جيم لو تمام بوبجي بوبجي جيملوب بتدور على الأوفيسيال هات شايفوه مكتوب the best android emulator for pc جيملوب أوفيسيال لا تفوت على غير الموقع فوت على الأوفيسيال دائما مجرد تفوت على الأوفيسيال تعمل download لللابة لا تعمل download من هنا نعمل باللابة لا بوبجي نحن بدنا بوبجي طيب بدء التحميل فتح نعم هون انا بنصحك تعمل تثبيت مخصص وتحطه على c لا تحطه غير قرص خطه على c او اذا كان عندك d هو ssd او hard disk فحط عليه ما في مشكلة لكن حطه على c بنصحك لغة العربية ما في مشكلة بس انا بحط الانجليزي بحب احط الانجليزي دائما بعمل install طبعا حسب مواصفات جهازك هون رغت تصرف في شوية خطوات اذا بتعمله توفر على حالك كثير يعني امور او مشاكل رح تجيك لعدام فانا بختار الاعدادات الاقوى بالنسبة لي حسب الكمبيوتر اللي عندك تختار الاعدادات خلينا نستنى هيك شوي حيث ينزل برنامج شباب اذا وصلتوا معنا لهون لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشيروا المقطع لاصحابكن اللي عبصير معهم مشاكل بالمحاكي بعد كل تحديث طبعا بلش يحمل اللعبة تلقائيا لانه نحن عملنا دول لود من الموقع لللعبة ما عملنا دول لود للمحاكي فقط فانت الافضل تعمل دول لود لللعبة طبعا انا اخد عندي بوب جي موبايل جلوبال يعني عالمي ويتينك خلص تقريبا تحميل ملف اللعبة لا عابي سطب على اغلب ننطر شوي اهم شي لما تكتب اشارة مية بالمية وتكتب تمب وبعدها مية بالمية ما بتحذف كل شي تحذف فقط شي اسمه تنسان وعاد تحذف شي تاني رح تعمل خربطة ببرامجك انا شفت بعض الفيديوهات على اليوتيوب بقولولك حدد كل شي واحذفه حدد كل شي هون واحذفه او كذا دير بالك هاد الكمبيوتر فيه ملفات وانت بتشتغل عليه ممكن اشياء تانية بتشتغل عليه ببرامج تانية فانت كرمال تصلح مشكلة في بوب جي تخرب مشاكل في اكتر من خمس ست برامج عندك انت عد تستخدمهم بشكل يومي او بشكل دائم فلا تغلط هالغلط وتحذف كل شي حذف شي لو علاوه باللعبة نحن مشكلتنا هون انا نحذف الشي المتعلق في هاي اللعبة ما انا نحذف شي متعلق بشي تاني مشان نحل مشكلة مضل كتير وصل للتسعين بالمية هاد الفيديو انا عم افكر احطه غير مدرج واعطي رابطه للناس اللي عب تطلب مني هاي المعلومات لكن ما بعرف الجوز احطه علني فازا حطيته علني وانت عب تشاهده هلا وما بتعرف لي او مالك مشترك عندي فبتمنى تشترك انا هون نفتح بسوس ونلعب العاب كتير حلوة منا بوب جي موبايل والعاب تاني كتير حلوة وظريفة هاي تمام هلا هون انا بحط 2k لاني انا بلعب على 2k بعمل save restart node تمام قوله restart node بس لا تخليه يفتح العابة ما تخليه يفتح العابة فوت دغري على setting طب فيه فوت على setting فوت على engine انا بلعب على open GL بحطه ultra بالنسبة لل anti license انا راماتي ممتازة يعني 32 جيجا بعطيه 8 جيجا انت حسب راماتك معالجي ممتاز بعطيه 8 ما عمدي مشكلة هون resolution بحطه انا 2k بما اني انا بلعب على 2k السماعة و الماكريفون direct sound بتختار سماعتك في الماكريفونك الموديل تمام تحطه HD 90 فريم ومحطوط على 2k بما انه انا اخترت خيار 2k كل شي تمام هلا ما عنا اي مشكلة هاي 90 فريم بتعمل save هلا بتفتح اللعبة يا بطل ازا عملت هاي الحركة هاي بالضبط بهذا الشكل قبل ما تنصب اللعبة انت وفرتها حالك جهد ومشاكل كتيرة منها مشاكل الازرار منها مشاكل التحكم ان كان في مشكلة بالبيك ان كان ببجي ضايفة زره جديد حركة جديدة انت وفرتها حالك كتير لان انت اخترت الوزوليوشن اللي رح تلعب عليه بشكل مفصل بكافة الاماكن بأعدادات المحاكي او اللعبة فالله متل ما تكون شايفين اللعبة عملت update رح ترستر وفتح قدامنا الجيملوب بعتقد يعني 90% ما رح يكون في اي 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 مشاكل اي مشاكل ما رح تكون موجودة باذن الله اللعبة اوكي منسجل دخول خليني اواخده على الشاشة التانية واسجل دخول معلش مشاكل ما تاخده الحساب بتعرفي انا حبيدي والله تجي تمزح معي تقول لي حسابك طار يا حلو وين طار معلم والله يستر عرضك شلونا قبليت ها قيادة تقول احبار اشوفها بسيكت نعم نسمع على ايك ها نسجل دخول اوكي بدا نبعطولي ماشي ابعطولي كوت طب الامان ضروري يا شباب لازم نكون نفعلين الامان بخطوطين ان حساباتنا يعني عدم مؤاخذة حسابات طاوية ف زطارة مشكلة فلازم نكون مفعلين الامان بخطوطين لازم نكون عاملين كل احتياطاتنا بالنسبة للربط او اي شي طبعا متل ما يكون شايفين اللعبة مسلخ عايف طيزو لاني هلا نزلت اللعبة اه انا هلا بالنسبة لي راح افوت اول شغلة بعمله بفوت على يا اخي دخيل الله ما بدي اقول والله ما بدي ابوس ايتكون انا لو بدي رحت تركوني بحالي المهم الكنترول يا شباب كلاود بعمل لها دول لود انا اوكي ما اخذها دول لود انا اقلي ما اخذها اتبع لكم عموما انا بحدد الخيارات لحالي اه اه اولد اكي اتش دي ار اكستريم ملون اوكي لوبي تمام اتش دي ار اكستريم اوكي ملون اكي باخذ هاد العداد لود اول شيء نفوت على الادفانس كما لكم شايفين انا بنزل الاسلحة لاني عملها عملها الاسلحة حساسية خاصة اسلحة القناص واسلحة الديم ار دائما هيعطيها اولوية بالعدادات لاني نحن جماعة محاكم نلعب بالقناصة كتير فتلاقي كل جيم نحن شايلين اسلاح رش وسلاح قناص هلا بعمل دول لود وبنزل الحساسية اه بروح هون كمان بعمل دول لود وبنزل الحساسية هيك انا حساسيتي صارت تمام هلا منفوت بنشوف الازرار ان شاء الله شغالة ماشي امر طلب منفوت بعدين طبعا الريسورس بياخدوا وقت كتير نحن بسنا نفوت على الترينينج ونشوف نشوف البيك كل شي شغال امورنا بخير امورنا التعبانة خلينا نشوف طبعا الفيديو صار شوي طويل اخواتي معلش سامحونا اه لكن هذا فيديو يعني ايه بالشرح المفصل او الممل يعني اجباري لازم يكون هيك اللهم سيترك اللهم سيترك اوكي اوكي ارها بيخلص نصرع تلنيت حلوة اللي هيش هيك ازال باقات كلها الاخر يا الله مو مشكلة اوكي نفوت على التدريب على الصوت يا بسم الله طبعا هيك نحن فتنا على التدريب مثل ما كنتم شايفين خلينا نشوف هون روزة بيك يمين بيك يسار تمام الوضع كل شي تمام ناخد سكوب نرجوك كل شي تمام ما في اي مشكلة يعني الوضع تمام الوضع لوز الوضع سانتا كلوز على كيف كيف كون هيطلنا شوية رجال اهلية عليها خوز ودروعها والله كوي يساعدين اخب المرور ايه بنار اللي بده تكود الحساسية يكتب لي بالتعليقات طبعا انا في عندي هون الادفانس لازم حساسية الرجل اسف نعلي هاي ونعلي هاي ونقول يا رب لكن عنا ما منك بس شافت يعني النط تمام شباب الرجل تمام الاف تمام اه ما عنا اي مشكلة يعني متل ما لكم شايفين هاي الاف شلنا الكاتم ما عنا اي مشكلة كل شي تمام الحمد لله ما في اي مشاكل يعني اللعبة شغالة تمام بالجرافيك الاسطوري الجرافيك النار ما اللي شايف اي تقطيش اي شي ما عندي اي مشكلة في عندي مشكلة هون بالاعداد خلينا نشوفها هايسس في تأخير بالبيك انا ما بعرف ليش ليش هادا التأخير ما بعرف عموما منشوف هادا التأخير ليش ساماننا منازلين موارد ما اننا عاملين شي ما نكمل كيبر عموما اخواتي شكنا نكتين عن متابعة وهيك نكون يعني شرحنا لكم بالضبط كيف تحزف اللعبة من الزورة وكيف تنزلها من جديد بعد التحديث اللعبة تمام ما في اي مشاكل بيكاتة تمام كل شي تمام يعني على كيف تكون فالله يسعدكم شكرا لكم على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد والسلام عليكم ورحمة الله